محامية تايلندية رفض التماس قدمته في محاولة لمنع ترحيل رهف محمد القنون بعد تقديمها التماسا إلى المحكمة الجنائية في بنكوك لمنع ترحيل القنون وقالت المحامية أن الالتماس قد رفض فتاة سعودية تهرب من مملكتها وجهتها استراليا طلبا للجوء لكن يد سفارة بلادها في تايلندا قطعت مغامرتها احتجزت جواز سفرها بحسب ما تقول رهف محمد القنون هكذا عرفت نفسها في فيديوهات تنشرها باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظات احتجازها من السلطات التايلندية وكأنها تخشى مصير القنصولية إنهم نجحوا في إعادة إلى المملكة سيقتلونني ويقطعونني تقول الفتاة المرعوبة تتوجس رهف من كل من يقترب منها فالأعين تطاردها والسفارة السعودية في بنكوك تطلبها حية لإعادتها في أول رحلة إلى المملكة أهلها هناك يبحثون عنها يقول بيان السفارة الذي نفع أن تكون السلطات القنصولية قد سحبت منها جواز السفر لمنعها من مواصلة رحلة النجوء إلى استراليا عبر الخطوط الجوية الكويتية قصة رهف بدأت من الكويت بحسب ما تقول كانت هناك في زيارة عائلية ومن هناك خططت للهروب لترتاح من عنف عائلتها وقهر تشعر به في بلادها بحسب ما تقول ينبغي على السلطات التايلندية أن تسمح لها بمقابلة وكالة الأمم المتحدة للاجئين أو تعيد لها جوازها لتواصل رحلتها إلى استراليا فهي تحوز على تأشيرة سفر صالحة منظمات حقوقية محلية ودولية تجندت للدفاع عنها رهف ليست الفتاة الوحيدة الهاربة من عائلتها مثلها كثيرات في هذا العالم لكن قصتها تصبح أكثر أهمية في مملكة ارتبطت سمعتها بنساء يقبعن خلف السجون وأخريات هربنا وفوق كل ذلك بها واجس القنصلية وجثة لم يعثر عليها لحد الآن